طيب هنروح لكرة الماء في النادي الاهلي وزي ما حضركم عارفين ان احنا رجعنا تاني على منصات التتويج وبان اربع خمس سنين حقيقة شغالين على كرة الماء عندنا كأس مصر طبعا بيقام فعالياته هذه الايام الاهلي يفتتح مبارياته بالفوز على هيئة قناة السويس والفوز كان كبير لحقيقة 23 عشرة والمطش اتلعب في حمام سباحة النادي الاهلي بالجزيرة الفريق سيطر على المطش من بدايته والحد نهايته واللعبة كانت مركزة بشكل كبير وكانوا حرصين انهم يوسعوا الفريق ما دخلوش مع نادي هيئة قناة السويس المحترم طبعا في المطش عشان يريحوا الدنيا على نفسه لها هي لعب المطش التاني ليه في الكأس قدام نادي المعادي يوم الخميس اللي جاء على الحمام سباحة نادي هوليو بلوس بيكون الجهاز الفني للفريق كابتن وليد عزة طبعا مدير فني وتوفيق حماد مدرب وسيف ممدوح مدير إداري وسامح العشري المدير الإداري للقطاع التعليمي وخالد بن عيسى محلل الأداء وأحمد أقرم خصائة أهيله دكتور الحسن محمد طيب طبيب الفريق والحقيقة نتمنى كل التوفيق لأن كرة الماء من الألعاب العنيفة يعني لو كان حد فاكر أن كرة الماء كلعبة سهلة عنيفة جدا وبيحصل في احتكات قوية جدا جدا تحت الماء اشتركوا في القناة